بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الإخوة الكرام الأفاضي المشرفية السلام والصحة المهنية أمرحب بيكم في محاضرة جديدة من مادتنا تسويق أو التوعية بالسلام والصحة المهنية ودخلين على مسألة تتعلق بوحدة من أكثر الأمراض تتعلق بالهيكل العظمي أو السلسلة الفقرية هي مخاطر الرفع اليدامي هناك شيء يسمى موسكيلو سكيلوتاك ديزوردرسل وهي الهيكل أو السلسلة الفقرية للإنسان يتعرض أحيانا إلى طغوب بأكثر ما هو مهيئ له الإنسان مثلا إنسان شباب سيرفع الآن وزن ضعفي الوزن المتاح لهم سيتعرض إلى شنو الآن إنسان سيرفع وزن ضعف الوزن المسبوح بهم مخاطر ليا ممكن أن يكون شكلها شنو؟ ضغط ضغط على الجسم نعم ممكن تحدي باقي تمام لكل أسباب أو مخاطر ممكن يتعرض لها العامل إنما يتعامل مع أوزان أكبر من الشيء الطبيعي وفي الغالب تؤثر الآن كثير جدا من أمراض الظهر أو الدسك الغضروف أو الكذا نتيجة لي إما مرض مهني نشأ من عدم الجلوس بالشكل الطبيعي أثناء هذا العمل أو مرض مهني نشأ نتيجة لي رفع أحمال بشكل ذلك صحيح مع تراكم الزمن تظهر الحاجة في جسم الإنسان ومعلم إن الإنسان أحيانا طبعا في بعض الأوزان السقيلة جدا ممكن إن الإنسان من أول مرة يصاب بمخاطر شديدة وحيانا تأتي المسألة تسلسلية أو تراكوية سنتكلم إن شاء الله اليوم الباب مقسم من جزئين جزء له علاقة بمخاطر عملية الرفع اليدوي والجزء الآخر له علاقة بمخاطر الحريق إن شاء الله اليوم سنتكلم عن مخاطر عملية الرفع اليدوي بزر الله صحنا تعالى وكعددنا بني شاهد كسس ثم نتناقش فيها ومن خدارة تطuoح الصورة والتبين المفهوم للناس 有一 Oscar جيم James Flaherty أنا م Da nog three passengers ونة Arbeit وفي نهاية المباشرة أخسرات المئات مع 120 شعب ب Pastور بداية الطويل بداية ترجمة تحرق بذكرة مهام ترجمة تجربة وهي الأمريطة وهي film ب tranquil تحرق الهدى أيضا الأمريطة والتقصية أولا ترجمة تحرق اجتمادك لو كنتيجي تجعل تعود اجيب التعاني بإستيق بإستفادة المعرفة بإستفادة إستفادة أن ترجع تقديمها إذا كانت تعودت على جربةً لتنامجسة تحديد إبقى نفيد مفيدة إذا كانت ترجع نفيدة و إضافة إستفادة في الموقع ضدًا بإستفادة إستفادة ترجع نفيدة إذا كانت ترجع نفيدة نحن تلقى نفيدة قبلة أَبَعَدَ مَظَدَى وَدَعَدَ مُنزْهِ حى أَبَدَ مُنزْهِ أَبَعَدَ مُنزْهُ وِبَرَيْتَ حَلَيْتَ تَوْمِنْهُ أَبَعَدَ مُنزْهُ حى الأن قد ينضع وعدائًا إذا أجتبًا أجتبًا إستمرتنا حى الأن دائماد أخيرها كبيرها كبيرها حى الأفعادة I drop down on one knee back maintains a neutral spine position from this position, I can get the book off the shelf if I had to empty the dishwasher this would be an effective position to be in if I had to empty a dryer this would be an effective position to be in where I'm putting less strain on my lower back هذا التخريب لأن هناك شيئاً داخل محسنًا دعي طريق قليلاً والإداء هو أنني أريد أنني أجدون من خلف محسن مجال في المنزل محسنًا قليلاًًا يتخطر بسرعة أمانك تخطر بسرعة و ترك بسرعة و تخطر بسرعة و تجمع ضعفة لديه ليشارك سمساعدت المسيش بالخطوة فهل هذا لا يستطيع على مرات محاولة إلى الحل جيد في حيوك ويجب ذلك تحدث أثر من ذلك لو تصل على مالك أحيور ولكنني أكثر من طلب محاولة فإن ملذي قلع تتفيني كذلك لدينا الكثير من الضوء السيء على الخطط من الجسد لنقوم نقوم بسيطة بسيطة نقوم بسيطة بسيطة وضع الأمم المنزل ونستمر بسيطة 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 طيبة شباب الآن أنا بعضا لنصايح أو التمارين من قبل شخص متخصص سوف يتحدث عن تكنيكا سوف يتحدث بعض المهارات المتعلقة بالرفع تجنب بإذن الله سبحانه وتعالى المخاطر وهي من أكثر من الإصابات في بيئة العمل وتصيب السلسلة الفقرية للإنسان وكذلك المفاصل كل ما يتعلق بها لأن السلسلة ربا سبحانه وتعالى ربطة في جسم الإنسان على حسب بنيته ووزنه وأشياء كثيرة فلما أحمي الوزن أكثر من اللازم ينعكس تدريجيا على السلسلة الفقرية طبعا يا شباب الفقرات تتحمل أكثر من طاقتها يحصل فيها جنوب آلام لما تستمر الآلام في استمرار وتتعرض في هذا المكان من وقت لآخر إلى الإصابة تتولد فيه مرض مهني ثم تصبح أن تتحدث إلى عملية أو لا تستطيع أصلا طيب إذا استمرنا شباب الضغط يؤثر فيه الأعصاء لا يستطيع الإنسان حتى يحمل ولو الوزن الطبيعي كان نحن الأول الآن نريد بعض التقنيات للرفع اليدوي ولو لاحظنا في كل التقنيات التي تتكلم عنها كان يحرص كل الحرص للحفاظ على الظهر مستقيم بغض الإمكان تحافظ على الظهر المستقيم أثناء عملية الرفع اليدوي هذه مسألة مهمة جدا طيب الله سبحانه وتعالى خلق في جسم الإنسان عضلات سواء كان في الفخذين أو الساقين أو وكذا العضلات هذه الشباب من وظائفين تساعدك في الحمل يعني كأنها عبارة عن سبريم أو ياي يتقبل منك الوزن حتى لو قدر الله حصل التمزق في العضل يسهل علاجه لكن إشكال في السلسة البقرية مشكلة يعني الإنسان يتعرض إلى ضربة حيما تشاهده في البلاعي في الكورة يتعرض إلى ضربة يقدر المدرب أول الطبيب أن يضربه في العضلة يجعله مخدر ويواصل لكن لو كانت ضربة يا شباب مثلا في أنكل بتاعرجه هيتقدر يواصل طوال يقول له حتى لو عنده قدرة المدرب يقول له لا أنت تطلع الآن من الكورة لأن المدرب يقدر الإصابة في العضل يمكن أن يخدرها والإنسان يلعب وليس بعدها العلاج أسعى لكن التمزق في الأربطة مشكلة إصابة في الكاحل مشكلة وهكذا فهو الآن يحرص ينبهنا على أنه يكون الوزن قريب جدا من العالم يكون قريب بمنطقة الصدر حسنا يا شباب قرب الآن يدفع الوزن يكون أنا واضع الوزن القريب بمنطقة الصدر لماذا تنفع؟ يعني الآن يقول لك عندما تنفع وزن يجعله قريب من الصدر يعني قريب من جسمك لذلك إيجابة ستؤثر على شيء أنا عندما أأتي أرفع وزن أصدرت أرفعه قريب ميل أو شيء أحمل بلدين أثنين وقريب من صدري يكون الرقبة سوف تلاحظ في هذا الأحب نعم هذا هو واحد حسنا يا شباب أنا الآن رفحت الوزن على بعد 10 سم من يدي هذا يؤدي لأسباب نعم ويؤدي لتحميل العضلات بأكثر لكن عندما يكون الوزن قريب ليس أنتم تسمعوا نظام القوة أي سأل العزم في زراع القوة أو العزم يساوي القوة في زراع القوة فلما أأتي أرفع شيء قريب مني يختلف عن أرفع نفس الشيء بعيد مني هو قريب كأن الوزن أخف أو أنا أتحكم فيه بشكل أكرب هو بعيد شباب معنا أنا أرهقت نعم هذا المرطوب طيب يبقى الخطوة الأولى قبل أن أرفع الوزن أتحسس الوزن هل بالمقدور أرفع الوزن أو لا؟ وهذه مسألة نسبية وأننا كل صدر أسم الله تعالى حباهو بطاقة تختلف على الآخر أو من الجسمانية أو شيء تتحسس الوزن هل ممكن أو لا ممكن وزن منطقة وكية ما منطقة لا تتعسف الخطوة الثانية قلنا نرفع الوزن نكون أنا قريب من الوزن ولما نرفع الوزن يلاحظ أعتمد على شباب عضلات الفخزين وطبعا هذه من أكبر عضلات جسم الإنسان الفخزين والساقين من أكبر عضلات جسم الإنسان عضلات الفخزين والساقين وهذه حكمة رباني أعلم الله تعالى ثم بعدها شباب عضلات ماذا؟ اليدين وبالتالي أنا لما أرفع أعتمد على هذا العمل الظهر يظل مستقيم بقدر الإمكان لأن أي عوجات من بداية السلسل الفقيم من بداية الحوض إلى نهاية الرأس تكون مستقيم بقدر الإمكان التحسف الوزن بعد ذلك أبدأ أرفع الوزن ولا يكون لشباب رفع قريب من الجسم طيب من أخطر كذلك الإصابات في بيئة العمل هذه العملية بسموات وستي الآن يا شباب لما أنا أكون لباح من الوزن وألف يمين أو شمال وأنا مستقيم لكن ألف الظهر من منطقة الحوض أن الحوض فما أعلم يمين أو شمال هذا يؤثر على ما يؤثر على ما لو أنا الآن بالشكل هذا وقفت مستقيم ورفعت وزن لحتى منطقة الصدق ولكن لفيتي مين أو شمال ومع ثبات منطقة من الحوض إلى أسفل ممتازة يا شباب هذا يؤدي إلى إضرار كبير جداً في العمود الفقر ممتاز يسموها وإذا استمر الأمر هذا من أكثر الإصابات التي ستؤدي إلى القضارف أو الدسك طيب ما هو حال أنه شباب التفت بالكلية لكي لا يتأثر الجسم تمام هذه كل نصائح يريدنا لها هذا الشخص ويضعنا نتجنب الأمور طيب شوف الآن يا شباب أولا نعيد الكلام ذكرناه قبل قليل التحسس أن الوزن صحيح الاعتماد على عضلات الفقر و الساقين واليدين تمام تبدأ بعد ذلك عملية الرفع يكون الوزن قريب من جسمي حرصاً على عدم التحمل وشوف الوزن الآن قريب من الصدر بعد ذلك أبدأ تحرك طيب لما أجي أضع هذا الشيء في المكان سيكون بنفس العملية القبير أنزل على عضلات الفخزين والساقين وأضعها بالشكل الصحيح لكن لو أنت نزلتها ونحنت ماذا؟ نعم السلسلة الفقرية تتأثر حرصاً ونا بعض حجوة أحرار الصورة تبينيك حركة السلسلة الفقرية الآن يشاهد الإنسان يتحرك بعدها إن شاء الله سنراحه حركة السلسلة الفقرية طيب دي في حالة التعامل مع الأوزان أو الأشياء اللي موجودة قريباً من الأرض وأن يمكن أن أحمله بيد وحدة أو يدين طبعاً رجعنا للشباب ما زين نستكلم عن اعتماد على عضلات الساقين والفخزين ثم الآن يتناول الشيء كده شباب الآن لاحظ هو في كل الأحوال حارس على أنه الظهر يكون شنو هذا يعني ده مربط الفرص في كل الأحوال مهما كانوا عن رفع يكون الظهر مستقيم طبعا الشباب إنسان ممكن يسنوني طيب لو أجد أرفع قلب أعمل حاجة يا شباب طبعا هنا ما ضرور أن الشباب وزن القلب ما يعتبر الشيء أصلاً مؤثر يعني نحن نتكلم وإن فعلت التكنيك بشكل صحيح هو الأفضل ولكن وزن القلب لا يؤثر عن حاجة كل ما فايت لها خمسة جرام ولا عشرة جرام نحن نتكلم عن أوزان تؤثر لكن برضو لو استعمل الطريقة الصحيحة ماكي مشكلة شبه الآن دايما يبتهد في أن يكون الظهر مستقيم ويستعمل العضلات اليدين والرجلين سواء كانت فخزين أو ساقين وهكذا طيب نفس الفهم يا شباب أنه الآن هو سيعتمد كذلك على عضلات الفخزين والساقين ويحرض على استقامة الظهر طبعا هو الآن يتكلم بحيث أنه الوزن كبير ولكن نحن قلنا إذا كان الوزن طفيف جداً الأمر لا يتأثر لأنه نسان بطبيعة الحال لا يتأثر بالأمور الكثير فكلها نصائح طيب بعد ما إن شاء الله سنشاهد قلنا حركة السلسلة الفقرية أثناء الحركات الآن قائم بها شخص حتى نفهم خطورة الحركات هذه الحركات هذه على السلسلة الفقرية لكل شباب الآن تماريد يدربنا عليها كذلك تناول الشيء أول ما حالينا الظهر مشكلة طبعا شباب الآن هو ما معنى بيرجع الرجل دي الخلف سواء كان يعمل أول يسار ما معنى ما ممكن كان يكون مستقيم ويأخذ اتزان ممتاز لأن شباب أنا لا يمكن يظل الظهر مستقيم ما أعلم شنو قرضي أحد القدمين دي حاجة فطرية في جسم الإنسان من التركيبة الرب ركب بيها السلسلة فقرية للإنسان كلها تساعد في الاتزان وتقليل الحمول على الظهر شوف دايماً أي عملية تؤثر على الظهر دي أنا بحاول أتجنب طيب ننتقل بعد شوية قلنا إلى طيب في حركتين عاطقين دي أقول لي شباب يتكلم عن إنه بس الاعتماد على عملية الفخزين والرجلين عموماً والساقين عضلات الفخزين وعضلات الساقين بالإضافة إلى عضلات اليدين تعدنا شهد الآن الحاجة دي من ناحية السسل الفقرية هو يعادل نفس الأشياء بس شكل السسل الفقرية كيف 3. safe lifting tips 4. how do you lift objects 5. do you keep your back healthy 5. one of the biggest causes of back injury is lifting objects incorrectly 6. so the big question is how to lift a light or heavy object safely 6. what is the recommended way to lift heavy weights 7. of course one of the common mistakes is rounding the back which creates a serious risk of damaging the lumbar vertebrae. The deadlift is suitable for heavy weights. Keep your back straight. Hold the load as close to your body as possible. This principle is very important in lifting weights high. Another option for lifting heavy objects is the squat. Here too we must make sure to keep the weight near the body and keep the back straight. The erector spina muscles stabilize the spine. Another option is lunge with arm support. Resting the arm on the thigh directs the forces to the ground. Bend the knees and keep the back straight. This variation is like the squat but with legs closer together. On the left we see a movement that is not recommended because it creates ongoing damage to the lower back. On the right we can see careful maintenance of a straight back. What about light objects and forward bending? Bending forward is not a contraindication in our daily life. It is a very important movement to be kept and maintained. In many occasions in life we need and should use segmental rounded bending in healthy back cases. such as in tying shoes, picking a light object off the ground, etc. In many daily activities that are not involved with higher vertical pressure, rounding the spine comes naturally. What about bending forward with a pathological spine condition? In cases of various back pathologies, this pattern should be avoided due to intervertebral disc problems. In a pathological spinal condition, it is recommended to maintain a straight back even when lifting light objects. Note, you should consult with a doctor in any pathological condition. For lifting medium to heavy weight, keep your back straight. For a lightweight object, we need and should use segmental rounded bending. In a pathological spinal condition, it is recommended to maintain a straight back. Here's what we did. It is called a procedure apenas two physicals, which usually frame a response that we literally frame a full direction due to the feeling of sexoation. We now above all of our Pap remarqued строAB 않아요. إنه قلنا أغلب إصابات الظهر بتجيه قلنا نتيجة للإهمال التام لقواعد السلام والصحة المهنية فيما تعلق بعملية الرفع اليدوي وبالتالي لا بد من تدريب العاملين طبعا أحيانا بعض العمليات في السنغة ما يظن إنها من ضمن عمليات الرفع اليدوي لكنها صراحة من الأهمين في المكان مثلا في بعض المكاتب تلقام عندهم اللي هو البرينتر أو الطابعة أو الكوبير تجدين يا شباب الورق يأتي في صندوق فحمل صندوق واحد سيكون خفيف لما نحمل ثلاثة أربعة بكيتات ورق وشيء لا يرفع واجه ليؤثر مع عامل الزمن على السلسلة الفقرية لأن الأمر يمكن أن يكون خفيف لكن حمل ثلاثة أو أربعة أشياء في وقت واحد الكرسي نفسه اقتربائزة تجد الأشياء كلها من غير ما تنتبه تجد إنها تؤثر عليك تراكميا وتتحول إلى مرض مهني ويبقى شباب معظم أمراض أو الإصابات الظهر قلنا أغلبها راجع إلى عدم الفهم الصحيح للقواعد المتعلقة بعمليات الرفع اليدوي وبالتالي حتى نقلل من المسألة دي ونتجنبها لا بد من اتباع جراعات السلامة فيما يتعلق بالرفع اليدوي والتخطيق قبل عملية الرفع بما يكون التحسس إنه معرفة الأوزان في المؤسسة مثلا إذا كان لديك شيء أنت الآن مشرف سلامة الصحة مهني في مصنع وكان الوزن الذي يطلع من عملية التعبية خمسين كيلو فلما نجي العامل وصنع الكادة المؤسسة بتعين عاملين يعني مثلا عندهم بينا جسمانية أكبر على سلم يرفع الوزن دمي غير ما يحتاج إلى مساعدة طبعا العامل بوزنه كذا يرفع ولكن مع التكرار فلما يرفع خمسين كيلو يرفع مئة شوال باعتبارها مئة في خمسين يبارا خمس ألف كيلو يرفع يوميا هو في صحة نعم قد ما يراحل الكادة لكن أول ما يبدأ السن أو يبدأ العامل يتراكم يبدأ تفهر له أعلى منظر قتل من الأمور لا علاقة بالعتالة والرفع التقيل تؤثر فإنت الآن جيت في المؤسسة من أول الأشياء الممكن تعمل للشباب تقسم الوزن عشرين كيلو منطقية حتى لو كانت بنيتهم كبيرة أقسم الخمسين إلى عشرين عشرين أو جيب وسيلة بتاعة رفع الخلافة للإنسان الآن في وسائد عبارة عن بتكون بعاملات الرفع خلافة الفوركليفت وسائد سيئة مسألة عجيبة وضع عليها الشوال وأرفع ويصبح الأمر أسهل أو إذا ما استطعت أني أقسم الشوال إلى اثنين شباب أخليق رفعكم نفر إذا اثنين أو على حسب الوزن إذا هو وزنه خمسين كيلو وأنا عاوز أقل الحمد الشخص وما استطعته في في بيئة العمل أقسم الوزن إلى اثنين أخلي يرفع الشوال شخصين فعموماً أنت بتفكر في الآليات وبالتالي كل شباب تتعلق بإجراءات السلام والصحة المهنية فيما يجنب العامل الإصابات المتعلقة بالظهر وفي الغالب الأعام الإنسان لمن يصيب بالغضالف وغيره يصعب العلاج منها كلياً ننتبهين للمساعدة يا شباب عندما يصاب الإنسان بغضروف يتعالج ممكن العلاج يخفض عليه ولكن هل سيزين بالكلية؟ في الغالب لا يزين أحياناً نعم لكن في الغالب إنما يصاب الدسك اللي هي سلسلة من ثلاثة أغنية في جسم الإنسان تصاب بإنه حصل فيها تآكل أو إنحراف في المجرى وكذا من الصعوبة بمكان يرجع إنسان لبوضع الطبيب حتى مع العمليات الجراحية وتغييرها بأخرى برض يظل الإنسان عاجز عن هذا شيء معي بخلاف الإنسان ممكن أن يتكسر يرجع الكسر كما كان أو بشكل قريب جداً يصاب بتمزق في العضلة يرجع لكن آلام الظهر أول قطاريف من السهول ما من السهولة بمكان إنه ترجع يبقى الحلول قلنا اتباع جراعات السلام وشاهدنا الآن يعني فيديوهين بيّنوا جسم الإنسان من خارج والسلسلة الفغرية من الداخل الوقوف بالقرب من الحملة المرادة رفع أو دعم شاهدنا ودي كان من أهم النصائح إنه لما أجأنا أرفع حملة أقوم قريب جداً منه وأرفع شباب معتمل على شنو القدمين وليس الظهر اللي يسمى وضية القرفصة الآن لو لاحظنا الحشر أو الأول حيوان تجد إنه يعتمد على القدمين لشبال الآن لو لاحظنا محظم الحيوانات أبدأ من الأرانب إلى الأسود أكثر حاجة يعتمدوا عليه شنون في الحركة أريدين في القفز كذلك لأنه هو الآن يتحمل كأنها تمثل حماية له وسلعة القفز وبالتالي شباب لما أجأنا أرفع شيء أكون أعتمد على قلنا القدمين سواء كان عضرة الفخزين أو المساقين واليدين كذلك حين في الرفع لكن ليس الظهر أتجنب إنحناء الظهر وبالمقابل أحافظ كل المحافظة على الاستقامة الظهر كذلك المحافظة على استقامة الظهر من أهم الأشياء وشاهدنا شباب تفني كمان جميل الآن شباب في الصلاة إذا وقفت وضميته ممكن تصلي خمس دقائق لكن لو حد في نصف ساعة مصر في صلاة التلاويح سيكون شكلا كيف إنسان واقف في الصلاة وضم رجلين وتماما قدمين هل يستطيع أن يجيب نصف ساعة مصر معاناة لكن لو فرق القدمين بما يحازن من كبين الشباب يكون هو الآن مرتاح بالمقابل كذلك رفع الوزن فتجد أن العبادات الآن تتماشي يعني سبحان الله من يخالف السنة تجد شباب شنو يحزب معانا يقول لك أنا لما أقف خلف الإمام لو قال عشي دقائق أنا حزب وضح لي بيقلمني فلما انتقيت لو وقفت تجد واجب غلط ترك مساحة من القدمين أكبر من من كبير الإنسان أو أصغر بطل غير يؤثر على وغفة الإنسان تجد يا شباب أنه في الصلاة الإنسان كيف معتدل ويضع شهد يا شباب اليدين اليمنى على يسر على الصدر ويطاطي رأسه قليل ينظر إلى مكان السجد التعليمات دي كلها وكأن النبي صلى الله عليه وسلم هو كان من متخصصي علم السلام والصحة المهنية قبل خمساشر حد أو قبل خمساشر قبل لأن يا شباب الدين يأتي مع الفطرة السليمة فتجد أي شيء أو سبيل النبي صلى الله عليه وسلم مع علم الرفع اليد والليفتين تكنيك وغيرا لكن أحيانا هنا بننبهر بالأمور الدائمة الغرب لكن ما بننظر إلى الحاجة دي أصلا هي موجودة وده الخلل لما يكون إنسان فاقد للهوية تجد يتشبس بالغربيين لأنه فاقد عصلا الإسلام وغيرا فالإسلام هو أصل لكل شيء وكل ما هو مسلم يفتخر بينه مسلم لكن الحقيقة تغيب عندنا أحيانا يبقى شباب الإنسان لو حامض على استقامة الظهر مع المباعدة بين الساقين والربتين وبعرض الكتفين شوف يحز لفارع لأنه يحز المين كمين يسمع في سلوة في طريقة الاستقامة للصلاة قلنا إبراز الصدر للشباب والأرداب قلني يساعد كذلك لي نفس وضعية القرفصات ذكرنا سابقا نفسها وشوف للشباب إنه لما تكون ظهرك بالز ليساعد على استقامة السلسلة الفقرية ما هي الضطفة؟ الضطفة وعندك السيطرة على الحمل ورفعه بكلتا يدين نحن نقول لك المتسيطرة يا شباب لما يكون عندي وزن أنا أكون محمل على اليد اليمنى أكثر من يسرى هذا هو يؤدي لشباب إلى مشكلة لكن رفع الوزن بالمحازن اليدين يكون نفس الوزن موزع فيهم أكون قريب من الوزن أرفع بشكل مستقيم دي كل هذه الضوابط والتعليمات تساعد بأن تؤدي أحيانا إلى عدم الإصابة بالكلية بأبراد الظهد إذا التبع الإيسان بشكل عيد السيطرة على الحمل ورفعه بكلتا يدين مسألة مهمة جدا شد البغن يا شباب وسبحان الله وكأنك الآن تريد جسمك بعمليات جيم بصورة غير طبيعية لماذا شباب يشد البطن أثناء الرفع؟ شد البطن أثناء الرفع لماذا يشد؟ أولاً طيب تجد استعمال الظهر وفي أناس يصابوا حيانا شباب ما يسموها فتاك الفتاك يأتي للإنسان ينفع أوزان تقيلة هو ما مهيي البطن فإن أنت عندها طباقات فإنت مفرد لما تجد ترفع حمد تهيئ البطن التشدة لماذا شد هذا الشباب يؤدي إلى ارتخاء عدم مقدرة تحمل البطن إلى الآلة تقيلة إنت عندما تجد ترفع أوزان تقيلة تلقائياً عضلاتك يحصل لها شباب؟ تلقائياً لو لماذا شدتها تصعب بشكل شباب؟ يتمزه هذا سبحان الله يعني أنت الدماغ عندما تتحسس الوزن ترسل إشعاء الدماغ شباب شنود أول مثل أنا ألم أن ينفع هذا الوزن الدماغ أول ما أنا رفعته ترسل إشارات سريعة جداً إنه هذا وزن خفيف ما في داعي أنا أشد الأعصاب لكن جداً ترفع وزن سقيل تلقائياً الدماغ سيرسل إشارات هذا شباب شنود؟ ليعضاء جسم الإنسان في أن تشد بقدر الوزن لكي قلنا في الرفع اليدوي قبل ما ترفع تحسس الوزن بالفضل إنه هل الوزن تقيل؟ ما تقيل؟ هل أنا أقدر عليه وما أقدر عليه؟ المهمة جداً إذا كان الوزن أكثر من الممكن لا بد من طلبة مساعدة يعني عن طريق استعمال آداء من أدوات الرفع أو بالمقابل استعمال طلب عون زميل أو كما هل هناك سؤالة وأسف سالة شباب في هذه المسألة؟ المسألة أخذناها في زمن وجيز لكنها من أكثر أمراض الأمراض المهنية التشارة وأنا أذكر كيس أختم بها لدي زميل لي وكان محاسب يعمل في واحدة من الشركات البترول وكان العمل عنده مظل دوامين يأتي يعمل يومياً من الساعة تمانية صباحاً إلى الساعة تمانية مساء تراكم الأشياء لأدى أن الطبيقة لا يستطيع أن ينوم النوبة الطبيعية من ألم معادي عندما المشهد الطبيب وجد أنه فعلاً بدأ يعاني مشاكل لا علاقة بالدسك أو الغضارف أقريباً سلسلة الثالثة من الظهر الأعلى يعني من الحوض الأعلى فما كان في حال إلا أولاً طلب من الطبيب أوصل أن الشركة تنزل مكتب من الطابق الثالث إلى الطابق الأرضي أولاً لأن الطلوع السلم أصبح الآن يأزيهم الحاجة الأخرى طلب أنه يشتري كورس معين اللي يكون من الضهر واللاحظ في بعض الكاسب فيها وزنة معينة ممكن تشدة أو تلخيها عشان تحافظ على استقابة الظهر المفترضة للشباب كله يعني أنا لا أعرف تقريباً أربعين دقيقة أو كذا أو أقلة تقريباً أو لو كل نصو سألسان يتحرك يقوم من مكانه ويعمل حركة ويرجع أجل إستاني أيضاً تساعد عدم الجولوس في فترة طويلة والتركيز مع الحاسب وشباب والرقبة منحنية مشكلة فالحركة الطبيعية بعمل الإنساني مناولة من كذا تساعد في صحة وعقدة في النام كان لديه خيال قد كذا لكن رغب ذلك يطلق أن يجعل الشركة بعض التصاط لعظيم به خمسة شهر لا نوجد أن العمل الملخ سيكلف حياته والعائدة المات نفسه ما يعوضت عمر فالطلق أن يترك الشركة بعض خمسة شهر ومشى شركة أخرى بحيث أن يستطيع حوز على صحة المهنية وإلا يكون مشكلة مهما عوضتك الشركة لن ترجع كما كنت وهذه المشكلة طيب هل هناك سؤالة واسف سؤالة شباب فيديو سيلي؟ طيب إذا لم يكن هناك سؤال لا شكرا 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 شكرا